السلام عليكم وعليكم السلام راحة الله وبركاته تفضل دكتور عامل كل سلام حضرتك طيب أولا وحضرتك طيب بصحة وبسلام يا فانت رب نجيزك عنا كل خير ورجع لكل الزن حسناتك رب العالمين يا رب أنا وأنتم يا رب أيمين يا رب العالمين أسازنا حضرتك بس في السؤال تفضل وحضرتك بلات أنا للأسف أنا رجل سواء وكنت فيه من الأيام عملت حد ساعة دائري تمام للأسف في حد فيها صوب ومفوضني الدقيرة دا ممنوح حد يمر علي حضرتك معنا دكتور أنا سمع حضرتك آه تمام فلأسف أنا يعني لأبغاد نفسه خدمي نفسه أن أنا أمشي وما أمقفش ماشي فهل أنا جلال طبعا ممجر يمقنبني أنا طبعا معرفش المصاب دا إلا حصاره معرفش الوضع إيه بس أنا رجعت بعد كده في نفس اليوم بصيت عليه كان طبعا يسعف جات خديته والكلام دا كله فالمفوضي أن أنا أعملي لأن أنت عرفته كده نعم أنت عرفته لأ ما عرفتش طبعا دا بقولك إنسان بيعدي أنا معا يعني أنا ما حاولش أصلا طب وانت عرفت أنه هو الحدثة حصلت يعني أنت يعني حسيت بالحدثة والصدمة مش دوت عبارة عن تخيل عندك يعني دا فعلا حد مصاب وتصاب فعلا وانت بسيت عليه في المرايا فشفت مصاب أولا دا ما كانتش من رقي الأخلاق تمام أن أنت تسيب مصاب أنت مش عارف للوقت يواما بين الحياة والموت لأنه ممكن يكون يعني سبيل النجاة الوحيد لي أنت كنت ممكن تساعدت تكون أنت لأن أنت الوحيد اللي موجود في المكان دا صحي كده فلذلك دا يستوجب التوبة أن أنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني أن أنت هو صحيح وتجاوز لازم يقرب دا وأنا بتكلم لأن أنا واحد من الناس أنا ببقى في العربية أو في أي حاجة أنا بتألم جدا جدا ودي نصحتي وأنا أكلمك دلوقتي في الفاتحة بتاعتك إيه اللي عليك أنت؟ المسألة ببساطة خلاص أن أنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتحاول تصل إلى هذا الشخص وتحاول أن تستعفيه من جزء من ذنبك لكن أنت لو ما قدرتش خلاص أنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وانتهى المسألة لأن ما تعيش بقى في حالة من حالات بقى جلد الذات وتقنيب الضمير إذا أنت ما قدرتش توصل ليه طيب أنا بقول كده ليه؟ نعم هو كان ممنوع وهو كان متجاوز لما عد من الطريق وأرجوكم بالله عليكم تعادية الطريق السريع نوع من أنواع إلقاء النفس في التهلكة ما تعملوش كده استخدموا أي طريق حتى لو عتمشي ديئتين أو تلاتة مش عشان ما تمشيش ديئتين أو تلاتة تعرض نفسك للموت أما أخونا أنا ليه بقوله كده؟ عشان يطيب خطره وعشان نقر ونحافظ على مسألة الإنسانية إحنا كمان لازم نبقى منتبهين أما لو أنك أنت ما كانش ديك زنب في أي حاجة أنت بصيت لقيت واحد بيعدي عمل زي خيال كده في ظلمة الليل وبصيت لقيت وخبط أنت معلكش زنب لكن أنا بقولك كده ليه؟ عشان فكرة أن أنت سبت ومصاب ومشيت لازم يبقى عندنا قيم الإيه؟ قيم الشهامة قيم الرجولة قيم المواجهة قيم الحفاظ على أرواح بعض آه هو غلطان أنه بيعدي الطريق بس افرد كنت أنت السبب الوحيد في إنقاذه من الهلاك وهو ده اللي بيخليني أقولك توب إلى الله سبحانه وتعالى مش أن أنت مسؤول عن اللي هو عمله لا هو عمل خطأ لكن أنت توب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الخلق اللي هو خلق إيه؟ اللي هي صفة التخلي لا ما تتخلاش فإذا أنت توبطي إلى الله سبحانه وتعالى وكان أنت تطمينت على ده يبقى خلاص إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخفر لك إن شاء الله شكرا